أهلا وسهلا بكم إلى الأخبار الرياضية والتي نقدمها لكم من تلفزيون النهار والبداية بأهم ما تناولته الصحف من أخبار رياضية لنهار اليوم يومية الشباك عنونة في صدر صفحتها رئيسية محرز بطل الإنجليز الأول في عام 2015 هي جائزة تقدمها مجلة بريطانية شهيرة والتي صوتت بالإجماع على صاحب القدم اليسرى والسحرية بعد تمكنه من لفت الانتباه في بلد الملكة أليزابات وهو الذي كان مجهولا لدى الجميع شتاء 2013 وأضافت اليومية أن فريق منشيسر يونيتد يجهز مبلغ خيالي للظفر بخدمات الدول الجزائري في المركات المقبل وكتبت اليومية أن فريق باريسان جيرمال فرنسي لن ينتدب أي لعب هذا الشتاء حسب ما جعل لسان مالك النادي القطر ناصر خليفي مضيفا في تصريحات صحفية عن الفريق كامل العدد وهو تصريح يفنيت كل الإشاعات التي تحدثت عن انتقال العديد من اللاعبين إلى حديقة الأموراء أبرزهم البرتغالي كريسيانو رونالدو ونقرأ في نفسي اليومية أيومية التشباك عن فريق تشيلسين إنجليزيان الإدارة في حيرة من أمرها بخصوص مستقبل جوزي مورينيو مع البلوز بعد سلسلة نتائج السلبية التي بات يحققها النادي في البريمير ليغ واحتلاله المركز السادس عشر في حالة قالت سبيشل وان وجب على النادي دفع معقيمته 40 مليون جنيه استرليني حيث يتقاضى السبيشل وان 250 ألف جنيه استرليني في الأسبوع يومية كومبيتيسو نطلق بلغتها الفرنسية أكدت أن المدرب الجديد نادي فالنسيا يسعى لاسترجاع الدولي الجزائري صفيا في غولي في أقرب وقت ممكن وهو الذي غاب عن مبارياته الخمسة الأخيرة لفريقه بسبب الإصابة اليومية تطرقت في مقالها أيضا إلى مستقبل في غولي مؤكدة أن نادي روما الإيطالي هو آخر المهتمين بضم الجناح الجزائري خلال المركات الشتوي لبيتر في عدد اليوم تطرقت إلى مبارتين مقدمتين من دولة 32 لكاسي الجمهورية حيث تؤكدت أن الاتحاد العاصمة يرغب في حسم مواجهته أمام باردو للتحضير بشكل جيد للمباراة المتأخرة في البطولة أمام الغريمة تقليد الاتحاد العاصمة مضيفة أن المواجهة الثانية التي ستجمع بين مدية الجزائر والاتحاد وهران سيكون فيها أشبال المدرب مزيان نائغي المطالبين بأخذ الخصم على محمل الجد